عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا مع محافظ البنك المركزي حسن عبدالله على همش فعاليات قمة المناخ حيث تم استعراض عدد من الملفات المهمة يأتي لقاء في أثار تنسيق المشترك والدائم بين الحكومة والبنك المركزي ومتابعة ما تم من لقاءات على مدار الأيام الماضية مع مسؤولي مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية فيما يتعلق بملف تمويل مشروعات الاسدمة والمشروعات الخضراء ضمن فعاليات قمة المناخ كما تناول الاجتماع موقف توفير التمويل اللازم لشراء السلع الأساسية حيث تم التأكيد على أن الاحتياطات من هذه السلع عند مستويات أمنة